راسة السنان ورسمة الأسنان دي بتنمع عن سليكيات البنية ده من قدامنا التشخيص السليم التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركيم بيهتم بقى نقطه ما فيه حد بيبقى نيك وسنانه بايزة هم الشكل بس أنا عايز الشكل وفانكشن وكل حد من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحة؟ الضب بسبب العضب ده لازم الجراحة الدكتور كريب مكادي استشاري تجميل الأسنان وجرحة الوجه والفاكين عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجماعية الأمريكية لأطباء الأسنان أهلا بيكم تعارفين أن أنا بحب التاريخ من أول تاريخ القديم قوي أنه الفراع نعم أول ناس عملوا فرشات السنان ويقال نعم أول ناس عملوا معجون سنان وأول ناس عملوا زراع السنان كمان لغاية لما بدأت الزراعة الحديثة الحقيقة في 1965 التاريخ ده في عالم الزراعة مهم جدا لأنه رجل اسمه جوستا لارسن جوستا لارسن ده متطوع سويدي تطوع لدكتور اسمه انغفار براني مارك دكتور أو بروفيسير انغفار ده راجل فكر في فكرة جديدة جدا في الوقت ده أنه يحط تايتانيوم سلسلة من قطع التايتانيوم في لسة أو تحت لسة لارسن عشان يزرع فيها السنان ومن هنا كان المريض اللارسن ده كان عنده مشكلة في خلقية في السنان فتزرعت له السنان بالتايتانيوم ده وقعدت فيها في سنانه التايتانيوم لمدة أربعين سنة وفي 2006 اللي هو بعد الزراعة باربعين سنة تقريبا بعد ما وفات لارسن لما طلعوا قطع التايتانيوم التعوضية اللي موجودة بالزراعات أكدوا إنها سليمة ومفاش أي شوائب مفاش أي حاجة خالص وبدأت من ستينات الزراعة وفكرة إن إحنا نحط التايتانيوم ده فكرة سابتة من ذلك التوقيت وبقى خلاص عارفين كلنا إنه التايتانيوم دي مادة خبلة استفاد منها العلماء إنه العظم بيتكون حوليها وبيبقى هي والعظم شيء واحد ودي فكرة الزراعة الأساسية التاريخ دوت يخليني نقف قدام الزراعة الحديثة ونقول إن الزراعة الحديثة صريح فيها تطوير كبير لكن هو مبني على فكرة طبية من سنة 1965 النهاردة هنتكلم عن الزراعة بتفصيل ضيف العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائماً وبيبدأ في حواره دائماً صاحب الحضور الرائع جداً أستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان صاحب زمالة الكلية كلية الجراحين الملكية وعضو كونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهلا بك دكتور نعم الدكتور إزاي حضرتك الحاملية وحشني جداً أخبرك إيه التاريخ قديم التاريخ قديم بس على طول فيه تطور اكتشاف إن التايتنيوم أصلاً من قبل حتى ما نجربه في الأسنان إن التايتنيوم بيبني أو بيسحب بيبعمل زي المغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فيه ده وصلنا النهاردة إن إحنا نقدر نقول جملة مهمة جداً إن منحق أي حد في الدنيا إنه يفضل بسنانه لحد آخر يوم في عمره وإحنا نقدر نوصله لده كل شوية الدنيا بتتطور عشان تسهل لنا القصة دي زمان كنا بنعمل فتح وكان ديزاين السرعات نفسها كان يعني مش كونيكل زي موجود دلوقتي أو مش دائري زي دلوقتي كانت الأول بتبعمل حاجة زي السكينة بتخش جوه العظم وكنا بنفتح عملية كبيرة ونسبتها بمصامير مش عارف إزاي والكلام ده كله لكن دلوقتي بقت إن إحنا بنحط الزراعية في جلسة واحدة بدون ما نفتح فتح خالص كلها نقطة عبارة عن ملي وبتنجح وبيقدر يأكل المريض على أسنانه أو خلينا نقول الفاقد الأسنان بلاش المريض لأنه مش مريض هو فاقد أسنان يقدر يأكل عليها بقيت حياته كلها بطريقة كويسة جداً ويأكل عليها قصب كمان الحالة الأمثل لتعاود الزنان الزراعة ولا البريج؟ طبعاً طبعاً الزراعة خلي بقى يا دكتور مفيش حاجة بتعاود الأسنان بتاعت ربنا يعني ما نقداش لما نبرد السنة بتاعت ربنا الطبيعية إحنا كده إحنا ضعفناها ودينا فرص كبيرة إن يحصل فيها مشاكل وبعدين لما السنة بتدخلها اللي بيحافظ على حجم العضم أصلاً هي السنة اللي جوه بيبدأ العضم يكش فيبدأ يعمل تسريبات تحت التركيبة اللي يبوز السنان التانية عشان كده بيقولك أنا كنت أعمل تركيبة والسنة جرت التانية في التالتة في الرابعة لحد ما فقط أسنانه كلها في وقت صغير زي ما إحنا شايفين دول تلات زرعات دول كلهم متوازين لبعضهم كويس جداً هيقدر يأكل عليه كل اللي هو عايزه من غير ولا سنة طبيعية هو ما عندهش دلوقتي ولا سنة طبيعية تلات مصامير دول اتحطوا دي زرعات فورية دي اتحطت وتحملت في نفس الجلسة بس ده يتطلب إنه يكون صحته كويسة يكون عنده عضم كويس تكون زرعات ليها معالجة سطح وليها ديزاين زعالي جداً عشان خاطر تديني الستابلتي أو السابات الأولي اللي بيخليها تفضل ثابتة ومحصلش فيها مشاكل بعد كده خالص فدي من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده هنا مثلاً دي زرعية لسنة واحدة تعويض سنة واحدة أنا أبرد السنة اللي في النص الناحية التانية والناب عشان أعوض الزرع السنة الرقم اثنين لأ طبعاً دي سنان ربنا احنا عايزين نرجع للي احنا خسرناه سواء بإهمالنا أو مشكلة تانية حصلت أكسيدانت لي أو عن طريق الخطأ بالزبط كده فاحنا هنا حطينا الزرعية دي زرعية برضو فورية هنا أنا كنت مصور الصورة دي عشان نبين إن احنا بنعمل حاجة اسمها جينج في البروفايل بنبدأ نرسم اللاسة حوالين الزرعية عشان لما السنة تطلع في الآخر نقدر نقول إنه مش باين خالص إنه هو معوض السنة المفقودة دي بأي تركيبات أو أي زرعات فهو دي دي كتة حتة كده زيادة عشان نقول إنه إحنا بنرسم اللاسة عشان خاطر تطلع تدينا طبيعية أكتر إحنا بندور على إيه ندور على فانكشن وظيفة نقدر ناكل نقدر نعيش بأسناننا كويس قوي وبندور على جمال ساتيكس إن شكلها يبقى طبيعي أو الأقرب للطبيع الراجل ده قعد من غير أسنان فترة طويلة كان عنده مشاكل إنه فيه دمور في العب قدرنا نعاجل ده نعالج ده بالزراعة ودلوقتي هو عنده الأسنان اللي تحت دي قبل من أهم من العمل ظبط العمل طبعا إجراءات اللي بتقامل قبل طبعا الإجراءات مهمة قوي في الزراعة طبعا قبل قبل الزراعة قبل أي حاجة أول ما المريض بيقضوا قدامي أو اللي هو صاحب الأسنان المفقودة بلاش نقول مريض لأنه هو صاحب أسنان المفقودة بنبدأ نتكلم معي ناخد الميديكال هيستوري بتاعته هل عنده أي مشاكل صحية هل ضغط سكر قال بكل ده إحنا بنتعامل معاه يعني ينفعله زراعة برضه بس لو السكر طب السكر تراكمي بتاعه كم ونبدأ نشوف له هو عليه شوية ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات الزراعات دلوقتي بتقدر توقف توقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل أكسيدانت ليه بس مايبقاش حياته إنه سكري 300 و400 والتراكمي بتاعه 10 و11 وكبام ده هل ستقدر توقف قدامها لكن نقدر إنه هو مثلا لو هو عند الثمانية تمانية وشوية نقدر نزرع له الزراعية تحت التسعة يعني تمام وتفضل قاعدة معاه وتستحمل إنه هو مع شوية زعل مع أي حاجة طلعت ومتنزله لي مرة تاني هنا إحنا بنعمل تريتمين بلان على الأشياء المقطعية أكمل لحضرتك بس إيه اللي إحنا بنعمله في الأول لازم نكشف تلينيك اللي نشوف الوضع جوه وعمل إزاي إيه الأسنان الموجودة والأسنان المفقودة وفيها أي تلخلخ أو أي حاجة بعد كده بنعمل حاجة اسمها الأشعة المقطعية سلسية الأبعاد إيه الأشعة المقطعية سلسية الأبعاد إيه الأشعة اللي بتقطع لنا عظم الفك زي ترنشاط اللانشون كده الفيعة قوي في كل اتجاهات من قدام الوراء أو وراء القدام كروس ساكشن زي كده هو نقدر ناخد أطعاط من الجنب ده للجنب ده من تحت الفوق أو فوق لتحت وبعد كده بنحدد هنزرع إزاي زي الصورة اللي فاتت في الصورة دي إحنا وإحنا بنعمل الاساسمنت ده في الأشعة المقطعية الصورة اللي فوق باين فيها دايرة سودة تحت الأنف جنب الكروس الأصفر وتحت الدايرة السودة دي راحت وبايت لونها أبيض حالك شايفها ده كان كيس دهني نتيجة علاج عصب قدين في السنة بقاله فترة المريض كان بيشترك إن السنة بتتلخلخ بدأ يطلع إفرازات من اللاسة حوالين السنة فإحنا شلنا السنة اللي بتتلخلخ نضفنا الكيس الدهني حطينا بدل وعظم استنينا شوية عشان نقدر نركب في الزراعية بتاعته في حالات بنقدر نزرع في نفس الوقت يعني إيه لننضف الكيس دهني لو حجمه صغير شوية وفي حتة عظمة تدينا ثبات أولي هنقدر نعمل ده في الحالة دي دي كان عنده مشكلة إن كانت اللف كتير قال له لحنا مش هينفع نزرع لك فوق كان عنده الجيوب الأنفية نزلة مفيش عضمة فوق الصورة الأولينية فوق دي بعد زراعة الجيوب الأنفية تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم وبعد كده بقى بقى سنين كل دي التجهيزات إجراءات قبل هنا دي مهمة أوي معلش بدون أقاطي كلام حضرتك هنا أنا بتكلم عن إحنا ده كثرة بنتعامل في الدم وعايزين حاجة تنجح أي إنفاكشن في المكان وده فيه ناس كتير مش بتتابعوا أي عدوى في المكان أي اللي تهتمام بالنظافة وصف الزراعة بزبط هتقدي إلى فشل الكلام ده هنا إحنا ملبسين المريض ده جون مخصوص للمريض ده كاتر لابسك جون دي بتتريمي سينجل يوس لابسين أوفر هادز عشان خاطر ماينزلش شعراية زيارة جوه الجرح تبواصلين الدنيا فأهم حاجة في الدنيا هي الإنفاكشن كونترول وده في كل التخصصات الطبية مش عندنا بس يوم ما تخش عيادة تلاقيها مش نظيفة أو مش واخد كل الاحتياطات بتاعت الإنفاكشن كونترول اللي هي العالمية اللي أنت تحس أنت داخل في مكان نظيف ده مكان ما تقدرش تتاصل فيه في الزراعة بالزاد لأنه حتى عندك مادة يعني معدنية فلو جعلها إنفاكشن وهو مش قصلة دم سبت فمش يعرف المناعة مش في قصص ومش تمسك الزراعية ونبدأ نقول يا ترى ما مسكتش ليه ويبدأ يحصل بس ونقول يا ترى جايله صديد ليه ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى وهو الموضوع بسيط جدا هو كان لو فيه إنفاكشن كونترول عليه شوية كانت لما أكيد من سنة 1965 من أيام الأخ لارسن اسمه صعب خالص لغاية دلوقتي يعني فيه أساليب حديثة دلوقتي يعني في 2021 و2022 إحنا متكلم على أساليب متطورة إيه هي الأحدث؟ زمان كانوا بيستخدموا الشيزل والملت عشان بيدأدقوا في العظمى عشان يركبوا الزراعية مثلا ويفتحوا فاتحة وعملية كبيرة وعادين دلوقتي إحنا بقينا بنعملها ميلي صغير بنقدر نشتغل منه كل حاجة دي مثلا في الزراعة عشان نرفع الجيوب الأنفية بقينا نقدر نعمل حاجة اسمها كلوز ساينوس لافتنج إنها نرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح برضو دي من الحاجات اللي اتطورت جامد قوي معالجة السطح نفسها بتاعت الزراعية اللي هي ساعدت على إن الزراعية تمسك أحسن ده إيه معالجة السطح؟ معالجة السطح بعد ما زراعية هو تايتانيوم جسم تايتانيوم أنا موافق أكام ده بيبدأوا يخش الأول مرحلة يتعملوا زي بورز أو يعملوا تعريق صغيرة عشان يعشق فيها العظم دي في سطح الزراع في سطح بتاع الزراعية نفسه وبعد كده تعرض لجاما ريس جاما ريس دي بتزود أو بتحفز المعدن إن هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقيه كل دي التطورات قدت إلى نجاح الزراعية التكنيكس نقولنا التكنيك الأول اللي هو بتاع إن إحنا نفتح ميلي سواء عن طريق الليزر أو سواء عن حاجة اسمها بانش يعني زي الخرومة كده بتفتح لي الميلي ده بس واشتغل منه كل حاجة في حاجة اسمها الـ PRP والـ PRF استخدام البلازمة بنطلع منها الـ PRP والـ PRF اللي هي غنية بعناصر النموة والشفاء اللي هي بتأدي إن الزراعية تمسك بشكل أحسن ودي خصوصاً بنستخدمها لو إحنا هنزرع كمية عظم كبيرة هنا طبعاً ده إحنا هنا بنبين عدد الزراعيات إحنا حطينا له هنا ست زراعيات فوق وست زراعيات تحت فكه وكان محتاج ست زراعيات فوق وست زراعيات تحت عشان نركب له تركيباته الكاملة ويقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي في ناس هنا هي نفس الحالة مش دي نفس الحالة نفس الكلام بزرعة روعة جداً آآ كان أبيض وبعد كده عمالنا الصحراء عمالنا الصحراء كان أبيض فعلاً آآ عملية دي في ساعة الاربع في ساعة الاربع ساعة الاربع ما انت مش في تفتح مش تعمل حاجة تاك 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 ده بالبينك آآ تاك 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 خلص الموضوع فوق وتحت طيب دلوقتي في ناس بيحصل لهم إما إنهم يخلعوا سنة أو سنة بتتضمر تدريجياً ويبقى منها لاشئ وتروح وهي يكمنها في الجزء الخلف من الفم ربما مش باينة فبيتركوها وفي ناس بتسيب سنان باينة برضو يعني للأسف إيه عواقب إن واحد يروح منه سنة وخصوصاً في الجزء الخلف إذا وعدت في الجزء الخلف يقول له هي ما مش باينة مش باينة أنا ما بيقولش عليها قوي صح في ناس كتير بتجيلي كده غريباك يا دكتور أيمن دي زي الكمبيلة الموجوطة السنان سبحان الله كلها في حالة حركة كل واحدة بتسند على جنبها وبتسند على القصدها لما بنشيل سنة من النص بيبدأ يحصل تغيرات في الأسنان اللي حوالينا هتلاقي السنان اللي حواليها بدأ التميل عشان تعوض الحتة الفاضية زي ما احنا شايفين دلوقتي دلوقتي احنا قادي خلعنا السنة معوضناهاش يبدأ يحصل ميل هيحصل دلوقتي الميل أهو العظم التاكل في النص بدأت الأسنان تميلة على بعضيها واللي هيبوض الأسنان دي السنة الفوق دي حصلها ونزلت عشان تعوض القصة مسافة قفلت بس بوضت السنتين اللي جنبها والسنة اللي فويها كل ده هيبوض لي وهيخلينا خسر سناني عارف الضمن أو الخيط لما يكر اه الضمن اللي متاع ورا بعضة صح بالزبط كده تبدأ تسحب ورا بعض فجأة يلاقي نفسه بسبب سنة واحدة ما عوضهاش كرت معي اه مشكلة جبيرة ومع أن حلها ما بياخدش 3-4 دقيقة السؤال طيب ما فيه ناس تيجي لك تقول لك أنا عايزة أزرع بيتعمل لها أشياء يقول لك ما فيش عضم هزرع لك فين ده ده سؤال مهم جدا وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهارة بتاعت المكان والتكنولوجي والإيد خلي بالك أنا ممكن يبقى عندي التكنولوجي كلها بس الإيد مش 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 كويس هو فيه سؤال جاي المهارة ولا التكنولوجي ده سؤالي اتنين مع بعض اتنين مع بعض اتنين مع بعض التكنولوجي بتديني تخلينا شوف ما ينفعش أخش جو قوضة ضلمة واقض على الكرسي من كير ما أشوف العشاعة دي مهمة جدا أنا جايبها عشان أوريها شايف الخط الأصفر في الجزء اللي فوق ده عصب الفك ده تمام ده مستوى عالي فوق فوقيه ملي عضم تحت أنا حطت زرعيت زرعيتين في نفس مكان العصب بالزبط احنا عملنا كده ازاي في الحالات الزي دي الراجل ده عايز يأكل ومعندوش سنينة وعندو العضم متأكل قدامه وفي كل حتة بس دي يعني أنا جايبها عشان خاطر أحدد النقطة دي وفوق أنا زرع عضم في الجيوب الأنفية برضو يعني ده ده العادي بس المش العادي اللي أنا هتكلم فيه في عصب الفك احنا هنا فتحنا هنا كان لازم نفتح ما ينفعش بالملي فتحنا طلقنا العصب من مكانه ونقلناه في لفل تاني ويدينا نحط الزراعات بتاعتنا ونقف المرة تاني هنا لما حضرتك حد يقولك انت ما ينفعش زراعه مفيش حاجة اسمها متنفعش في حاجة اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين وفي حتة تانية احنا ممكن نعمل لحتة أعلى من كده هنا أنا شرح ده شايف اللي أنا ماسكو ده هنا في فيديو وأنا بعمل العملية اللي أنا ماسكو ده عصب الفك شايفو ايوه شايفو شايفو دكتور ايمان ديش ناس كتير بتعملها بس يعني بتعمل بحرفية عالية قوي بنوضع نعمل كده هنا كانش في عظم فوق خالص تمام ده أخد وقت مننا شوية لن احنا عادنا نبني في عظم الفك أخد مننا كذا شهر وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر اللي تحت ده ودلوقتي هو بيأكل كل اللي هو عايزه هنا أنا عايزة أوري حاجة هنا ده عظم حيواني مع جزء من عظمه المريد نفسه وإحنا بنفتع فتحات الزراعات بيطلع شوية عظم بنخلطهم ببعض وده بيدينا فعالية أكتر من العظم اللي احنا بنجيبه من برا الباودر تمام ده بيخلي الأوسيو آه أوسيو انتجريشن بتاعته تزيد فده هنا كنا بنوري العظم بتاعنا وإحنا بنحطه هنا زرقين رفعين الجيوب الأنفية زي ما حضرك شايف بكميات كبيرة وزرعنا فوق وتحت زي ما حيش شايفين الجزء الفؤاني ده ده كان عبيض ما فيهوش حاجة ده زراعة عظم اللي عبيض ده ده عظم مزروع ده كميات عظم مزروع كبيرة عشان الخاطر نرفع بيك جيوبلا فيها ونعمل زي قعدة أو لما تيجي ده ابني عموره مش لازم الأواعد بتاعتك تبقى كويسة احنا بنعمل الأواعد عشان نقدر نبني الأمور الابتسام اللي سويتي برضو من الحاجات اللي في عالم التجميل بتفرض نفسها حتى مع زرعب تجميل طبعا طبعا فيه ناس خليليك يا دكتور أيمان ان اللي بتسام اللي سويتي ده بتعمل عقد لبنات كتير جدا وفيه بنات مش بقدارين بيها وفيه بنات ما بتبقاش بقدارين بيها مع ان فيه حد تاني قاب بيتكلم عليها ده بتتبقى حبارها عن ايه هي اللي اسم مفروض اصلا في الدحكة تبقى قدية مفروض تبقى من زيرو لتلاتة ميلي تمام؟ اكتر من كده بتسمع دحكة لاثوية ليها درجات طب ايه اسبابها يئمة انا لما الشفة بتاعتي لما بضحك الشفة بتاعتي بتترفع زيادة عن اللزوم يئمة اللاسة نزلة على الأسنان زيادة عن اللزوم في حالة ان هي نزلة على الأسنان زيادة عن اللزوم بتيب نعمل لها حاجة اسمها جنجيفاكتومي بنشيل جزء من اللاسة بمشرة أو بالليزر ونرسمها من أول وجديد ونوضح الأسنان وتبقى الدنيا زي الفل بسيطة هو كلها بسيطة دي الأبسط طب لو انا الشفة بتاعتي بتطلع فوق جامد لما باتحك بنبدأ نعمل ايه؟ بنعمل عملية صغيرة في الشفة بنغير مكان الانسارشن بتاعها بنغير مكان اللي هي طلعة منه بنخليها تقفل عند حتة أوطى شوية ففي الآخر النتيجة بتاعتنا العملية دي ما بتاخدش مننا أكتر من رابع لتالت ساعة فالآخر النتيجة بتاعتنا ان اللاسة هتبان بمقدار من الزيادة إلى 3 مال وهتفرق في الشكل بنسبة 85% جمالياً أكتر من الوضع اللي كان عليه طبعاً طبعاً بقولش إن هو كان وحش بقول إن هو هيبقى أحلى بنسبة 85% البتسامة اللي بتدي انطباع بالطفولة بتدي انطباع يعني مش مريح للعيه تنورت شكراً للطلاح الحوار معك دائماً له متعة خاصة جداً في الشرح والتفصيل ضيف العزيز واحد من نجوم عالم الأسنان المثير جداً الأستوى دكتور كريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الكرحين الملكية وعضو الجنجلس الأمريكي لزراعة الأسنان كان في الناس الحل وخليكم معنا سلام